منشأة بالحافة الغازية بشبوى مركز لعمليات تعذيب تقوم بها القوات الإماراتية خلاصة شكوى تعتزم منظمة ميناء لحقوق الإنسان تقديمها إلى محكمة العدل في باريس تشير فيها إلى أن شخصين تعرضا للاعتقال السري والتعذيب من قبل القوات الإماراتية في مجمع بالحافة للغازي في محافظة شبوى والذي تديره توتال بحصة 39% المنظمة ترى أن الشركة الفرنسية لم تمتثل بالتزامات العناية الواجبة كما لم تقم بتعويض الناجين من التعذيب واتخاذ إجراءات تمنع تكرار انتهاكات حقوق الإنسان وبحسب التقرير فإن هذه هي أول قضية مدنية ترفعها المنظمة أمام المحكمة والتي تقدمت بشكوى إلى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن القضية لم تكتفي توتال بالاستحواذ على الغاز اليمني بل قامت بتدمير الأراضي الزراعية وتسببت بعمليات تلويث واسعة عبر إلقاء آلاف الأطنان من المواد الكيميائية في محيط المناطق التي تعمل فيها كما كشفت حقيق استقصائي أجرته صحيفة لبص الفرنسية وتلك نتيجة طبيعية لإبقاء المنشأة في قبضة الإمارات التي عمدت إلى تحويلها لقاعدة عسكرية تمارس عليها أبشع صنوف الانتهاكات والتعذيب لصالح أجنداتها المشبوهة يعم سواد الشركات الدولية الأفق اليمني فمن الغاز إلى التعذيب يبرز حجم العبث من دول لم تكتفي باقتطاع خيرات البلاد بل وحولت ما كان يعتقد أنه مساحات للحياة إلى سجن كبير انتهاكات يزيد من فداحتها وضع الحكومة التي تصر على عزلتها إزاء تلك القضايا وتأثيراتها الارتدادية على واقع البلاد وكأنها ليست طرفا معنيا بإماطة أذى تعددت وجهاته على اليمنيين ترجمة نانسي قنقر